استه السامي اتفضل. سلام عليكم افنة. عليكم السلام عليكم واتفضل افنة. كل سلام حضرتك طيب. وحضرتك طيب استه السامي. اه حضرتك انا كنت عايز اسأل بس اه سؤال اه كان والدتي اه اخويا كبير توفى في وجود والدتي. ايوة. و و و و طبعا. والدتي حضرتك يعني ايه اه خدت اللي هو ايه المراس بتاعها. طيب. اه اه خدت المراس بتاعها. والمراس بتاعها فضل موجود برضو ما اصرفتش فيه يعني الغات ما هي توفت. كويس. اه اولاد اخويا با عنده هو ثلاثة شباب. ما انا كنت بقولك ان اولاد ان اخوك ليه اولاد. اه ليه اخوك ده توفى قبل 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 والدتك. فلما والدتك لما والدتك انتقلت. هل اولاد اخوك نصيب في المراس? احنا انت موجود فانت كده حاجب 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 اولاد اخوك. لكن اللي هيحصل ان اولاد اخوك هياخدوا حاجة اسمها الوصية الواجبة. ايه هي الوصية الواجبة? بنديهم كأن ابوهم عايش فبنحسب. فاذا كان لو ادناهم نصيب ابوهم ده وصية قبل التركة كلها. اذا كان ابوهم عايش وخد النصيب ده. كان بيساوي نصف تلت التركة ولا لا? اذا كان بيساوي التلت او قال اللي من التلت ياخدوه. طب اذا كان ازيد من التلت لا ياخدوا التلت. لان دولا ياخدوا حاجة اسمها الوصية الواجبة. طب بقت واجبة ليه? هو حد هي واجبة من الشر. قالوا لا هو واجبة لشدة شفقت الام على هؤلاء على هؤلاء الاحفاد. وعشان كده دي بقت اسمها الوصية الواجبة. فياخدوا نصيب ابوهم او التلت ايهما اقل. ايهما اقل. نعم.